الله والله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقواها يجعل لكم فرقانا وإيسه علي الأقل الثقافية الإسلامية المبرقة الميمونة والقضاء الماهرونة والمستعنون العزاء ورحمكم ترحيماً حاراً أوعنيكم تحنية المبركة أوعيكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستعنون الكرام وانتممكم لألكي قيمة واجدة محمة حول موضوع الدقوة أيها الإخوات الأخاضي الدقوة في الدين الإسلامية سبنا نعطي أمر قيامة وياتدام طاعة الله وطاعة رسول وياتدام نعد النبي محمد وصرته بانتدام ما فرضه الله واجدنا بما حرمه وجاء في الكرام الكريم إن قامكم عند الله يبقاكم تعرفوا الدقوة أستو الدقوة أي جاء الإنسان بينه وبين ما يخافه ويحره أما المعنى الشعي فعل ما أمع الله به وترغم ما نعى الله عنه من أقوال السحابة وللمائي في التقوة سعى الأمر بن الخطاب أبي بن جعب عن التقوة فقال هل قستي من طريقه ذا الشوقين قال نعم قال فما علمت فيه فأتشمت وعذرته قال فذق التقوة ولحمة التقوة ولحمة التقوة فقتم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه يا أيها النبي اتقي الله ولا تتعي الكافرين والمنافقين إن الله كان علي من عقناه فضعي للتقوة إن للتقوة فضعي لكذية ومتلوية ومن أبوالها التقوة طريق الحداية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا ويتهل لكم فرقانا التقوة بالتقوة والعلم قال الله تعالى والتقوة يعلمكم الله والله بكل شيء عليهم بالتقوة يقبل العمل فقال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين أخيرا أقول لكم فإن الاتقوة يعلم للتقوة يعلم السعادة وعلمة الفلاحة الدنيا والأخرة فعلى كل مسلم أي التقوة ربه وقطقاته ولا يموت الله إلا وهو من المسلمين فإن خير الزعب التقوة وهو هو الهتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة